السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أيضا يوجد قناة على التليجرام نشر فيها توقعات ونصائح روابط موجودة في صندوق الوصف لا تنسى الانضمام للقناة على التليجرام نجي الآن لشرح ثغرة في لعبة ثمبل لعبة الكسات اللي فيها طب والثغرة هنشتغل عليها على الطبتين على الكرتين مش على كرة واحدة عشان تكون أضمن ويكون الإشياء أسهل إلنا يعني انتركز في الشرح من البداية للنهاية حتى تعرف إيش سر هذه الثغرة وكيف استخدامها لكن قبل نبلش حابب أعطي توقع سريع لمباراة اليوم في الدوري الأسباني بن قادش وأتلتكو مدريد حللتها لكن انت شوف تحليلك المناسب ودرس جيدا وانضم لهذا التحليل لا تنسى الالتزام بإدارة رأس المال وأيضا نشرنا توقعات لمباريات يوم الجمعة تجدونها في القناة أفضل توقع لهذه المباراة هو فوز أو تعادل فريق قادش في الشوط الأول فوز أو تعادل فريق قادش في الشوط الأول تمام مية نيجي الآن ندخل للعبة اللي هي لعبة اسمها لعبة ثمبل عشان نشرح لكم بالتفصيل كيف تلعب هذه اللعبة وإيش تعمل نختار أولي شكرتين الآن بنذهب إلى إعدادات الهاتف بنروح على معلومات بنزل تحت بنروح على معلومات البرنامج بنلاقي كلمة رقم الإصدار هذا إذا أنت كنت مش نفعل خيارات المطور لكن لو منفعلها بتذهب إلى خيارات المطور سريعة بنضغط بنضغط عبالما إيش بتدخل كلمة سر الجهاز ثم بترجع بتلاقي خيارات المطور تم تفعيلها بننزل تحت بنظل ننزل ننزل تمام عما نلاقي فيها حجم الرسوم المتحركة للنافذة وحجم الرسوم المتحركة للنقل وطول مدة الرسوم المتحركة حنيجي عند كل واحدة منها ونختار X10 ضرب 10 ضرب 10 الآن إيش اللي بصير اللي حيصير إنه تصير الحركة بطيئة في الجوال وسلسة بنيجي الآن بعد ما عملنا الإعدادات زي ما وضحنا لكم بنضع مثلا المبلغ بنختار كرتين الآن بنركز إحنا على الصندوق الفارغ هذا هو الصندوق الفارغ ركزه عليه ركز على الصندوق الفارغ كل ما ينتقل أنت ضلك مؤشر عليه حتى لا يتوه منك وهذا هو صندوق الفارغ موجود في النص انتقل هنا إحنا هنظلنا متابعين على الصندوق الفارغ لكن فيه في النهاية في النهاية بتصير فيه سرعة يعني كبيرة أنا هقول لك إيش تعمل وقت هذه السرعة هاي صندوق الفارغ الصندوق الفارغ لسه هاي في النص ولسه الحركة بطيئة وسلسة يعني بتقدر تحدد وين الصندوق ها هو الصندوق هاي 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 فيه الآن حصير حركة سريعة إحنا هقول لك إيش هتعمل أثناء هذه الحركة السريعة ولسه ما زال في النص هاي هان هاي راحان 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 هايها ها هو الصندوق اللي ضل واقف هو اللي في الكرة إن تركز على الصندوق اللي ضل واقف هو اللي في الكرة ها هاي الصندوقdulfounderogue الان هي هتقف نختار الصندوق اللي ضل واقف شايفين الصندوق اللي ضل واقف هو اللي في الكرة نسبة نجاح هذه الطريقة يعني آآ جيدة جدا بديش اقول لك مية في المية لكن انت من خلال تركيزك اختار طبتين هتصل لمرحلة انه انه يعني معظم المرات تربح فيهن وبالنسبة لهذه اللعبة ايضا انك انت مثلا ما تلعب عليها طول الوقت يعني مثلا تيجي مثلا عند الان مثلا بدأت تلعب الان بلعب مثلا ثلاث مرات مثلا ربيحت فيهم وربحت في مرتين وخسرت في مرة مثلا بسيبها برجع بعد ساعة ساعة ونص بلعب كمان مرتين ثلاث لانه يعني الالعاب بصراحة فيها تلعب يعني كترة اللعب بصير السيستم كمان حتى لو انت حدلت بالزبط وين بصير السيستم هو يغلط لك هات نلعب نجرب كمان مرة ونشوف مع بعض هذا هو الصندوق الفارغ راح نظل امتابعين معاه ركز في الخطوات كمان مرة خطوات سهلة لكن في الاخر بصير عملية ايش حركة سريعة جدا فانت بدك تركز على الصندوق الواقف هذا هو الصندوق الفارغ لسا الحركة سهلة وطبيعية ايوه راحان ايوهان ضل في النص تمام ركز منيح عشان تعرف ايش كيف حتكتشف اللي هو الصندوق اللي ضل واقف بدها يعني هي كيف يعني بدها سرعة بديها لكن انت مع الممارسة حتصير تعرفها ها هو الصندوق ها بدت الحركة السريع لكن لسا احنا يعني لحقينها يعني لحقينها ها الجيت هذا الصندوق اللي ضل في النص هو واحد من الصناديق اللي في الكور هو واحد من الصناديق اللي في الكور نختار وزي ما احنا شايفين هو يعني كيف بدها بدها تركيز شوي ايش هو الصندوق اللي ضل واقف في حركة سريعة في صندوق بضل واقف انت بتحسن ان كله تحرك لكن في صندوق بتلاقي يضل واقف او انت بدك تتبعه في الاخر ويكون هو واحد من الصندوقين اللي كان في صندوق اللي بتتبعه اللي هو الفارغ بتكون حركة مع صندوق مليان وصندوق اللي واقف بكون في صندوق في كرة فبتختار هذا الصندوق ونسبة النجاح يعني بتتخطى 90% وبهيك ما نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو لهذا اليوم طبعا بعد ما تخلص لا تنسى انك اترجى اهدادات خيارات المطور او تلغي خيارات المطور لانه يعني الحركة بتكون بطيئة انا حلغيها هذه رجعة الحركة القبيعية ولا تنسى ايضا بذكر كمان مرة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد هنا احنا نشرنا توقع قبل حوالي الساعة اكثر من اثنين توقع لايف وبحمد الله هيو التوقع تم معانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا